ازاي قدرت اغير السوفتوير الخاص بجهازي من سوفتوير غير مدعوم الى السوفتوير الرسمي من اندريد تي في ازاي قدرت انزل تطبيق بينسبورت الرسمي لمشاهدة قنوات بينسبورت على جهاز غير مدعوم ازاي قدرت انزل نتفلكس وغيرها من البرامج التي تحتاج الى رخص على جهاز ليس لديه رخص اغلبنا وقع في هذا الخطأ اشترى احد الاجهزة الصينية العادية اللي هي اندريد معدل غير مدعومة من جوجل فوجد ان امام الكثير من البرامج لا تعمل على النسخة لديها وعلى الجهاز لديه اشهرها طبعا نتفلكس وتطبيق توت بتاع بينسبورت وغيرها من التطبيقات اللي بيجي له رسالة جهازك غير مدعوم باذن الله في هذا الفيديو سنضع بين ايديكم خطوات بسيطة جدا سهلة جدا خطوات تصلح لجميع الناس للمبتدئ والمحترف ان يطبقها فقط التزم بما اقوله في هذا الفيديو ستصل في النهاية باذن الله ان يكون بين ايديك جهازك بالرخص الرسمية هذا الفيديو انطبق على الاجهزة الحاملة لمعالية الامن جيكا التي تمثل خمسة وتسعين بالمائة من اجهزة تيفو بوكس في العالم من منكم طبق معنا شرح السليم بوكس اللي شرحناه هنا في القناة واللي لاقصت احسان كثير من حضراتكم اليوم هذا الشرح شرح اخر مغاير لسليم بوكس سليم بوكس هي نسخة معدلة لتقبل التطبيقات الرسمية ولكن نحن اليوم مع نسخة تقبل التطبيقات الرسمية اشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات سيدينا اللايك المتين والكومنت اللذيذ انزل انضم تحت الجروب التليجرام مجتمع الاندوري تيفي على التليجرام تقدر تتواصل معنا بشكل مباشر هنا اولى الخطوات ان نعرف نوع المعالج الخاص بجهازي واصداره ورقمه مهمة جدا الخطوة دي نزمي لمحرك البحث جوجل وانا الجهاز اللي موجود معايا بيبقى اسمه موجود على البوكس اهو اهو اسمه موجود على البوكس انقله بالظبط بالظبط ما تكسلش انقل اسم الجهاز typical هكتب اكس تا وتسعين الثوية 90 plus mini plus ده جهازي جهازي مش الاكسي تاو 90 بس لا جهازي اكس تا وتسعين ميني بلاس تكتب الاسم بالكامل حاجد هنا هؤلاء الموجود ان الجهاز بتاع بالفعل معالج umg يبقى اذا انا هكمل في الشرح ده عشان جهازي معالج umg طب رقمه وازداره كام اهو المعالج منه اصدارات اصداره الاس تسعمية وخمسة دابليو不ور اصداره اه? الاس 905W4 اهو عرفته من المواقع دي كلها بتبقى كتبالي مواصفات جهازي اعرف السي بيو بتاع جهازي ايه رقمه دي مهمة جدا خلاص عرفنا انا هو جهازي واحفظها في دماغي اوملي جيك اس 905W ثم اقوم بفتح الموقع الخاص بالنسخة موقع رائع جدا الادن روم موفر لك اهو عدد كبير من المعالجات الخاصة بمعالج الاملي جيك الخطوة الثانية ان نقوم بتحميل السوفتوير المتوافق مع المعالج الخاص بيه واصداره ورقمه انا هو زي ما اتفقنا ايه الاس 905W4 حلو ده ده الجهاز بتاعي طب انا يا عم ابرهيم جهازي طلع الاس 905X3 الاس 905X2 كل دي معالجات الاملي جيك باصداراتها لما نيجي نفتح مثلا جهازي انا هنبص على جهازي الاول اس 905W4 هفتحه كده افتحه في الصفحه دي بيجي وقول لهو بالفعل ان الشيب ست بتاعك اللي هو المعالج نظام اهو الاس 905W4 ويه الكلام ده لما ننزل تحت حلقي داولود اس 905W4 هروح ضغط عليها كده هيفتح لنا موقع التحميل ثم ناتوا هنا يا صديقي بيقول لهو اهو جهازك الاولي جيك ميديا بلاير ده اللي هننزله دا دا الاملي جيك بتاعك اللي هو المعالج انت صديقي الجهاز بتاعك الاكسي 90 ميني 5G ولا الاكسي 90 ميني بلاس اهو انا جهاز البلاس فعلا اروح ضغط على الفولدر هذا ثم اضغط على هذا الاسم بالكامل اكسي 90 ميني بلاس هذه ثم اضغط على click here وانتظر لحين يجلب لي النسخة الخاصة بجهازي ثم اضغط اوكي على download وحيبدأ يحمل معنا النسخة بمنتهى السهولة والبساطة دي طريقة تحميل النسخة بتاعتي طبعا سريعا بس لو انت جهازك اس 905 اكسي 3 المعالج بتاعه الشهير جدا بص لما نخش الاس 905 اكسي 3 بص امعلم بص كمية الاجهزة بص كمية الاجهزة اللي موجودة هنا يا الهي البي لينك والاتش تسعة اكسي 3 والاتش الاتش ست وتسعين ماكسي 3 القديم اللي معالج اوملي جيك كل كل الاجهزة جدعة موجودة في المعالج دا دا يعتبر من اشهر الاصدارات لمعالج اوملي جيك اما الخطوة التالية ان نقوم بتحميل برنامج الحر وده هسيب لك الرابط بتاعه مباشر ده برنامج لكل انواع الاجهزة او لكل الاملي جيك ودية من افضل النسخ اللي انا باعتمد عليها في التعرف على الجهاز واعطاءه ايه النسخة فدي هسيب لك الرابط بتاعها مباشر في وصف الفيديو واعرفنا ازاي تنزل النسخة الخاصة بالجهاز بتاعه اول هام سنقوم بفك الضغط عن هاتين الملفين ببرنامج فك الضغط الشهير او بي لو انت على ويندوس 11 بيبقى مدمك فيه فك الضغط احنا هون هوقت استراجت ونضغط استراجت وننتظر لحين يتم فك الضغط طبعا النسخة بعد فك الضغط بيبقى حجمها يتجاوز الجيجا وهي قبل فك الضغط بيبقى حجمها حوالي 500 ميجا خلاص كده نقدر نحذف النسخة كده وخلاص معانا الملف اللي هو على شكل الاستوانا هذا هذا الملف اللي هو على شكل الاستوانا اللي بيكون امتداد الـ IMG وده الامتداد اللي بيدعمه نظام او معالج الاملي جيك وايضا يا صديق نقوم بفك الضغط لاداة الحرق الشهيرة هكذا ثم سنقوم بتثبيتها الان حجمها صغير جدا نقوم بحسفة هذي هكذا ثم نقوم بالضغط على املي جيك يو اس بي اداة الحرق الشهيرة ثم يس ثم هنا هو بيقول لك هو تختار الصينية الانجليزية خلينا على الانجليزية على طول ثم نيكست نيكست ثم يس ثم نيكست ثم اعمل له ايكون على الديسك توب اوكي ثم نيكست ثم انستول وننتظر اهو اهم حاجة دي يا صديق دي مهمة جدا دي دي مهمة جدا لازم تضغط نيكست ولازم يجيب لك علامة صحة كذا ان هو تعرف على الكمبيوتر بتاعك ومداخل الـ USB ثم فنش ثم فنش واحد اقول لي هي الاملي جيك راحت فين لو ضغطنا على هذه الايكون حلاء الاملي جيك اهيه خلاص كده خلاص كده والله احنا جاهزنا الامور والامور اصبحت جاهزة اذا نحن امام الخطوة التالية المهمة جدا ركز معا بقى صديقي بتحتاج كابل الـ USB 2 USB هذا بتلاقيه في محلات الكمبيوتر موجود تقدر تطلبه من على امازون سعر رخيص جدا او تطبق طريقة كارت الممري انا شرحها هنا في القناة لكن نحن في هذا الفيديو هنشرح الكابل الكابل جميل وحلو ويفضل يكون كابل قصير كهذا يفضل انا باعتمد على الكابل الطويل اوكي او القصير ولكن في كمبيوترات قديمة بيبقى الكابل الطويل في مشكلة في التعرف شوية فخليك مع الكابلات القصيرة دي لو كمبيوتر بتاعك امكانياته ضعيفة ثم تحتاج عود كبريد كهذا عود كبريد كهذا بمنتهى السهولة والبساطة اقتي بقى بالكابل الطويل انا مش هنعتمد على الكابل القصير ده الكمبيوتر بتاع سحيته تجيبه يعني هنروح هذه الكابلة كل ده كابلة او 2 متر فطبعا انصحك بالكابل القصير وليس الطويل لسرعة التعرف على الكمبيوتر لا اكثر ثم نقوم بالاتي ذكره اولا نقوم بفتح برنامج التفليش اهو نفتحه هنسيبه مفتوح يا صديقي نسيبه مفتوح برنامج التفليش نتركه مفتوح هكذا ثم نقوم بي وضع عود الكبريد في مدخل الـ A-V اهو مدخل الـ A-V اقول ما شافش نشوف اهو اهو ده مدخل الـ A-V نضغط عليه كده تتأكد انه بيطلع صوت ده زرار البوت طب يا عم إبراهيم انا جهازي مفهوش مدخل الـ A-V ما بيطلعش صوت يبقى مفهوش بوت هنا هتلاقي في فتحة صغيرة اسمها recovery اسمها reset اي شيء بابرة صغيرة ضحة في الفتحة الصغيرة ولكن 99% من اجهزة معالج الـ A-V الزرار فيه فين زرار البوت فين هنا اهو ونفس ما ستجريه مع الفتحة تجريه مع زرار البوت مع زرار البوت اهو نضغط ونتأكد من الصوت اهو انا ايدي ايه ايدي على الصوت اهو اهو يا جد اهو والله يا جد اهو سأكون بتركيب مدخل الـ USB هذا والجهاز بدون ادوبتور وبدون مدخل HD اما ايهو الجهاز مفهوش حاجة خالص في مدخل الـ A-V خلاصة كده تمام ضغطين عليه اكون بتركيبه في مدخل الـ USB اللي باللون الابيض اللي باللون الابيض وليس الاسود او الازرق اللي باللون الابيض سم اهو ركبت المدخل كده يا جده انا جاهز اهو وعلى الكمبيوتر بتاعي واركب فين وعيني برضه اشوف ايه اللي هيحصل اركب فيه مدخل الـ USB فيه الكمبيوتر وننظر اهو في ثانية اهو نجاح اتصال على طول الهبتو اللي انا ركبتو فيه بالفعل اهو اهو يا جده واتعرف عليه اعضر في هذه الحالة اشيل عود الكابريت واترك الجهاز مكانه هكذا اهو طبعا في نسخة السليم بوكس شرحنا الكلام ده ولكن التكرار حلو برضو يا جده هنأتي الى فايل ومن فايل امبورت خلاص الجهاز مربوط واسيبه الواحده هنأتي الى فايل ومن فايل امبورت ومن امبورت هروح الى ملف النسخة بتاعتي طبعا انا حطه هنا هو في نيو فولدر هازي هي دي النسخة هاي اللي على شكل اللسطوانة هاي حنكبرها عشان تشوفها هاي على شكل اللسطوانة يا جده والامتداد بتاعها واضح امام حضرتك اهو امتداد الاي ام جي هنضغط اوبن ثم ننتظر لحين تختفي هذه الرسالة ثم اضغط start ولا اقوم بفعل اي شيء في الجهاز بتاعي اهو الجهاز بتاعي اهو 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 يا جده الواحد اهو ثلاث دقائق ونصف اقدر ان انا دلوقتي اعمل stop ثم اغلق البرنامج ثم نأتي بال tifu box لنقوم بتوصيله على الشاشة الخاصة بنا ونشغل ونشوف الاعدادات والحكاية كلها نقوم بتركيب الجهاز في الشاشة الخاصة بنا اهو كعادي تشغيله بالطريقة العادية ثم نضغط على زرار الباور حتى تظهر معنا كلمة boot اهو كلمة boot ما بتظهرش لما تضغط على زرار الباور ثم بيفتح معنا الجهاز بيجيبلك android tv ننتظر لحين يتم عملية الاقلاع للجهاز الدخلة الشهيرة بتاعت جوجل تيفي لايك وكومنت اشترك في القناة جده نختار طبعا اللغة الانجليزية ثم نربط على الانترنت الخاص بنا بالفعل تعرف على الواي فاي الخاص بي بمنتهى السهولة ثم طبعا هنا بيقول لك نختار android tv احنا عايزين الواجهة بتاعت الاندريد تيفي طبعا وننتظر لحين يتم الاقلاع اخلاع الواجهة اقصد هنا هاي هي دي الواجهة الرسمية لجوجل تيفي طبعا الامور فاضية خالص لو ضغطنا على زائد مش منزلك برامج خالص يعني نقدر بس نضيف جوجل بلاي ونضيفه برا اصبح جوجل بلاي موجود معنا برا طيب تروح تسجل طبعا بالجيميل بتاعك من من سيتنج ومن سيتنج تضغط على اكاونت شان نقدر نحمل تطبيقات الاندوريد بنسجل بالاندوريد بتاعنا عادي خالص سجلنا بالاميل بتاعنا في الجهاز نقدر ندخل الى متجر جوجل بلاي لنجرب معا هل بالفعل سيتم تنصيب البرامج اللي احنا قلناها في البداية زي طود لمشاهدة قناة بينيزورت او شاهد او غيرها من البرامج اللي بتحتاج نسخ مدفوعة ام لا امام متجر جوجل بلاي الشهير جدا بتاعنا الاندوريد تيفي نقدر نكتب في البحث اي تطبيق يحلو لنا زي تطبيق طود طبعا بتاع بينيزورت احنا بنكلم عا التطبيقات الرسمية اللي الناس بتاكد فيها مشاكل يعني التطبيقات العادية طبعا ما بتحتاجش رخص ولكن تطبيق طود دا ما بيشتغلش برضو الا على الشاشات المدعومة لو كتبنا طود بس بتاع بينيزورت وعملنا بحث اهو جاب لنا التطبيق في الاعلى هو هو دا نقدر نعمل له انستال ننتظر اللحظات لحين يتم تثبيت التطبيق ثم نضغط على اوبن هنلاقي تطبيق طود بدأ يحمل معا انا ويقلع عادي جدا كأنك على الاندوريد الرسمي بالفعل او يا سادة كما هو واضح امام حضراتكم وسلم له على الرخص اه التطبيق طود فاتح معانا النسخة الرسمية عادي جدا تقدر بقى تضيف الاكاونت بتاعك على طود لو جينا على المباشر حلاه موجود القنوات وكل حاجة تقدر طبعا تضيف التطبيق او تضيف الاكاونت بتاعك على طود ولو جينا على الاكاونت اللي في الاعلى بتاعنا نقدر نعمل ندخل تفاصيل الحساب بتاعي بلا اي مشاكل ده بالنسبة لتطبيق طود طب يا صديقي هناك خطوة بسيطة سنجريها معا وهي من الخطوات المهمة جدا مع هذه النسخة نظرا لان هذه النسخة بتاخد مساحة من المساحة التخزين الخاصة بالجهاز والبرامج هذه ايضا بتحتاج مساحة من مساحة التخزين الخاصة بالجهاز هنتجه الى ان ندمج الفلاش اليو اس بي خاص بنا كمساحة تخزين اضافية لهذا الجهاز هتركب الفلاش اليو اس بي بتاعك او كارت المومري الصغير في فتحة كارت المومري احنا هنعتمد ايه اليو اس بي او كارت المومري اللي رياحك اللي اتنين نفس الفكرة يا جدو هنركبهم في مدخل باللون الاسود افضل عشان سريع في نقل البيانات اهو يا جدو اهو عشان واحد بقولك تب تعمل اهو يا جدو اهو ركبتها اهو كده تمام ثم اقوم بعمل رجوع واخرج من هذا البرنامج هل تريد من الخروج من التطبيق تطبيق تود اهو يعني مش موقع تطبيق تمام ولو جينا بره برضه قبل ما نروح نجري الخطوة دي لو ضيفنا على العلامة الزائد هنلاقي تطبيق تود ظهر معنا هون اقدر نضيفه بره عادي جد انت كده على الاندوريد الرسمي ندخل الى سيتنج من اجل ان نزيد مساحة تخزين هذا الجهاز وهزي خطوة مهمة جد اضغط على سيتنج ومن سيتنج هنذهب الى هنذهب الى ديفايس ومن ديفايس هنذهب الى ستورج او مساحة التخزين هايجيب لك اهو ان انت مركب فلاش كينج ستون ودي مساحة التخزين الداخلية وانت مركب فلاش طب انا عايز اضم الكينج ستون دي الفلاش عايز اضمها مع اه مساحة تخزين الجهاز يبقى الاتنين واحد هنضغط عليها اوكي ثم اأتي على سيت اوب ديفايس ارفحها مع مساحة التخزين الخاصة بالديفايس نضغط عليها ثم هيفارمت الفلاش لو الفلاشة بتاعتك عليها حاجة مهمة اعرف جيدا انه هيفارمتها انقل الملفات اللي على فلاشتك هتتفارمت وانا انتظر لحظات لحين تتم عملية الفورمات باو باو احمد محسن تبترى رتة احمد محسن اه ده جد اه ده جد تكنية جده بحتاجة تشغيل دباغ دباغك في البلالة باش تشتافة خلاص كده جده تمت عملية فورمات للفلاشة نضغط علي موف ناو وانا انتظر لحظات لحين يتم عملية دمج مساحة التخزين الجديدة مع القديمة اهو كلهم بقوا في الدباغيس انا معايا مساحة تخزين 11 جيجا وضفت عليها كمان 30 جيجا اصبح معايا ايه 41 جيجا حلوين اجده حلوين طبعا فيه تطبيق تاني اخر شهير شاهد في اي بي الكثير من الناس بتجد معاناة كبيرة جدا حتى اصحاب الاجهزة الرسمية في بعض الاجهزة شاهد ما بيشتغلش عليها ما تفهمش ليه يعني ما دفعوش الرخص لو جينا مثلا وكتبنا اهو شاهد موجود على طول شاهد الشهير جدا وثبتنا نضغط طبعا يا جده بقى عشان الشروحات في القناة بشكل مستمر هي شروحات الاندرويد تي في الرسمي اللي هو جوجل تي في او اندرويد تي في خلاص انت معاك جهاز معدل نزل النسخة دي وطبق معانا بقى اي شرح احنا بنعمله ما فيش مشكلة معاك الامور سهلة وبسيطة بالفعل هيا صديقي تم تنصيب تطبيق شاهد لو ضغطنا على البرنامج يقلع معنا بالفعل يا سادة البرنامج شغال معانا شاهد في اي بي النسخة الرسمية للبرنامج تقدر طبعا ايضا تحط الاشتراك الخاص بك من هنا من لوج ان هذه اللي في الاعلى وتقدر بقى تشوف المحتوى المجاني والمحتوى المدفوع كل هذه الاشياء اللي موجودة على شاهد في اي بي واللي عليها قنوات الاس اس اسي على هذا التطبيق كلها بفلوس يا جده ما تجيش تقول لي ايه ايه احنا بنعرفك ازاي تنزل التطبيق عشان لو جهازك ما بيدعمش تمام هناك ملحوظة صغيرة جدا وهي ملحوظة مهمة تطبيق نتفليكس لو ذهبنا الى جوجل على هذه النسخة وقمنا بتحميل تطبيق نتفليكس لن يعمل معك لو نزلت امازون هيشتغل ديزني بلاس يشتغل شاهد يشتغل وتوت بتاع بيني سبورت يشتغل كله يشتغل ما عدا نتفليكس النسخة الرسمية تبديح هنحملها ازاي هقول لك اوه جد مش هسيبك برضه نتفليكس ازاي تحمله على النسخة دي وبكده يكون معاك كل الرخص فما تروحش تحمل النيتفليكس من مدجر جوجل النسخة اللي على مدجر جوجل مش هتشتغل ما تبقاش غشيم يا جده ركز معاك بقى والنالك كل حاجة كل الاسرار عرفتها لما تيجي على الموقع الرسم الخاص به النسخة نفسها هتليه بيقول لك اوه ديزني بلاس تحمله من جوجل بلاي عادي برايم فيديو من جوجل بلاي اه اتش بي ماكس من جوجل بلاي ولكن نتفليكس هتحمله نسخة اي بي كي هتحمله عن طريق الرابط اللي هسيبهولك في وصف الفيديو نسخة جاهزة او عن طريق داولودر بالكود ما انت خلاص اصبحت اندوريد رسمي بقى بالداولودر ويشتغل بقى جده فده مش هيتحمل من ايه من مدجر جوجل من خارج المدجر النسخة معدلة ايه على موقع الراجل عاملها ايه معدلة النيتفليكس دي بس قالك النيتفليكس تنزله اي بي كي مش هتنزله من من جوجل بلاي طبعا ازاي اعرض ملفات الفلاشة بتاعتي سريعا بمنتهى السؤولة البساطة الراجل سايبلك برنامج منضاف مع النسخة تلقائي تضغط على علامة الزائد هذي ثم تأتي على فايل هو ده الفايل اللي من خلاله هنستعرض ملفات الفلاشة بتاعتي اللاو بالفعل اجي هنا على الدرايف طبعا ده الكنجستول اللي احنا ضمناه طبعا ده الدرايف الجديد بتاعي اهو هي دي نسخة نتفليكس اللي انا نزلتها بصراحة برنامج الدرايف ده لذيذ قوي اللي هو ضيفه اللي هو بيعرف لك او برنامج الفايلات هذا نضغط اوكي وهيتم تنصيب نسخة النيتفليكس طبعا نيجي على سيتنج ونعمل سماح للتنصيب البرامج من خارج المتجر ده نظام الاندوريد الرسمي لازم هذي الطريقة ثم نأتي على انستول ننتظر لحظات لحين يتم تنصيب برنامج النيتفليكس ثم نضغط على اوبن بالفعل برنامج النيتفليكس بيقلع معنا والرسالة الشهيرة بتاع الجهاز غير مضعوم او غير متوافق اه اتشالت وننتظر لحين يتم اقلاع برنامج النيتفليكس اقدر طبعا اسجل دخول على النيتفليكس استخدام الهاتف او الرمود بالفعل اقدر اسجل دخول عادي جدا والنيتفليكس فتح معايا بمنتهى السهولة والبساط نقطة اخيرة اقولها لحضركم احنا عملنا لستة كبيرة جدا للنظام الاندوريد تيفي دخلين في عشرين فيديو للنظام الاندوريد تيفي تقدر تغشي على هذين لستة هتلاقي الكثير من الافكار اللي ممكن تطبقها مع هذا النظام لانه انت اصبحت الان على الاندوريد الرسمي تقدر تطبق معانا كمان طيب يا صديقي تنساش اشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات وتسيب لنا اللايك المتين والكومنت اللذيذ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة